طيب مباراة الاتحاد فيها 3-4-5 نقاط مهمين نقطة مهمة جدا الشق الفني اللي حضراتكو شفتوا التشريح الفني ليه من خلال عرض كل أراء السادة الكباتن والخبراء فيه جزء خاص بأحداث ما بعد المباراة لأنه بمجرد ما الأهلي جاب الهدف الثاني زطت الزطة واختلط الحابل بالنابل وقالوا فيه مشاكل هنا لما يصطلع اتهام واضح وصريح وتحديد الاتهام في اتجاه معين يبقى يحتاج معلومات لأنه لو صح اللي قاله الكابتن متحد شلبي لو استوجب العقاب نشوف رأي الكابتن متحد شلبي وضيوفه فيما حدث في أرضية الملعب بعد نهاية المباراة ما ينفعش الكابتن ساد عم حفيز يسيب دكته أتكلم بصراحة يعني ويروح في مقابلة دكة الاتحاد سكنداري ويشوح ويتكلم ويتنطق سوريا أنا آسف اللي عمل ده حسام عشور فأمله مجدي علام اللي هو المساعد المدرم وقاله الحق أن يقوم له يعني مش هبابوته خراب دي دخل فيه يجونه فوقت القطر بتاع يعني احفظ لي بقى يعني كرمتي هقول إيه أكتر من كده تروح تستفزه قدام الدكة بهذا الشكل وبعدين يقوم سيد عبد الحفيز يروح حشان يعني في مجدي علام لأنه يرد على حسام عشور يعني مش هابق أنا حابق بس مع الرأي أولاً هو كل رد الفئة ده لأن المباراة مشدودة وكنت أنا قلت لحضرتك من ثلاث ايام تقريباً كل وراءات الأهل والزمالك القادمة ممنوع التعادل مش خسارة فحضرتك هتلعب ديئة تسعين الهدف بالنسبة للنادل أهلي فرحة مش طبعية للجهاز واللعيبة والجماهير بالنسبة للنادل اتحاد كان نفسه يتعادل هنا أرضت فعل فرحة بس مهماً كنت فرحانة كابتن متحك لازم لازم تحترم المنافس لازم زي ما أنا شعوري أنا فرحان قوي خد بالك نحية تانية محضر جداً الجانب الآخر متدايق وزعلان طبعاً هو خسر في التوقيت ده فهي دي يعني أكيد هو يحصل صلح وكده وحاجة حلو حصل ودخلوا الأوضة وأكيد حسام هيروح لأكيد بص بص الدكة بص الدكة هي هي دي اللقطة اه افرح زي ما انت عايز واسمليكش نوعب الدكة التانية يعني افرح زي ما تحب لكن يعني راعي على الجانب الآخر فيه ناس أكيد فيه عندها إحباط جامل جداً بص أب ماشي هنقول أهلي كل ده من حق كل ده من حق كل ده من حق كل ده من حق ما هو يعني الجمهور النهاردة في مرتاح شيئك جمهورين جمهورين أهلي وبتحدي ما نقول الجمهورين على لجنة المسابقات اه إنها تعمل دورها بقى بص أبت كتر الحاجة عامر حسين بص أبت كتر يعني يبقى فيها رادع بسيبك من الكتابة بسيبك من الكتابة سيبك من الكتابة أو الشريط الرسمي للتلفزيون أولاً 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 الحاجة عامر نفسه بما موجود في المباراة دي في اسكندرية اه ببقى شايف وهو رئيس لجنة المسابقات مش محتاج إن الحاكم يكتب اه نسألناها عبل كده كابتن مش محتاج لا 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 ده كلام ده كلام ده كلام يبقى بص جمهور و جماله جمهور كان جميل احنا كده بنوصل احنا كده بنوصل نفسنا إلى إن نلبس في الحيط كلنا طبعاً طيب إزاي ممكن نلبس في الحيط كلنا وإزاي نتفادى الحيط مش كده وإزاي الحاجة عامر حسين يوقع عقوبات على المخطئ وجهاز الأهلي سواء الأول الكابتن سهد عم حفيزه بعد كده كابتن حسين عشور غلطه وراحه وكده موته وخراب ديار وده عدم احترام للمنافس وإنت رايح تكيد وتغيز دكة الاتحاد وإن المباراة مشدودة وإنه آن الأوام بقى تضرب بيد من حديد وإنه على لجنة المسابقات تعاقب جهاز الأهلي والغلط يتعاقب وما فيش حد فوق العقاب كلام ده بنسمعه لما يصدر أي حاجة من النادي الأهلي أو من جهاز الأهلي ما بنسمعهش على أي طرف تاني خالص مهما بلغت الإساءات والتطولات والإساءات محدش بيتكلم لكن ما علينا الأهلي بيحافظ على السلوك لازم أن يتحاسب عليهم إذا كان الأهلي غلط لعبته جهازه غلطه يعاقب ويحاسب لكن لما يبقى ما غلطش وما صدرش منه أي حاجة اللقطة لو حتشوفوها حضراتكم أولاً ما حدش راح لدكة الاتحاد اللعبة نازلة على نص الملعب أو الجهاز أهم لنحية نص الملعب مع هذا الاحتفال ثانياً أنا سمعت الكابتن سيد عب حفيز بنفسي بعد المباراة قال خلاص حصل خير بمجرد ما جلنا الكابتن حلمه طولانه حتى سيد آل قال ده كابتني ومدربي ووالي رباني فمجرد ما يجينا لقوضة ويعتذر عن اللي حصل خلاص المعساة لمتهت وإحنا حبايب وبين الأهل والاتحاد علاقة تاريخية كبيرة جداً طب ما يمكن سيد عب حفيز بيقول ده لأنه كابتن حلمه طولانه مدربه وإنه في النهاية محدش شاف حاجة طب ما نسمع الطرف المنافس قبل ما نسمع بس يا أستاذ إبراهيم ما هو أنا ليه طيب ملاحظة دلوقتي كابتن مجد عبدالغاني مش محلل بس ده عدوا مجلس إدارة مهم من الأعضاء المهمين المؤسرين صاحب رأي وصاحب تأثير لما على الهوى يطلب من رئيس لاجنة المسابقات إصدار عقوبات ده توجيه ويقوله ما أنت في ده بيفكره أنه من إسكندريا بقى وبيقوله خليه يعني لا يمكن هذا الخلط لا يمكن هذا الخلط لأن وبعدين ده إحنا أصدرنا حكمنا بناء على إيه وإحنا قاعدين متفرد أيوة يعني هل متخيل أنت حصل حاجة في المصر تستوجب أن الأهل يبقى محقون من الاتحاد واجهاته الفني فيروح يغيزوا ما حصلش أي مشادات ما حصلش أي مشاكل بين الأجهزة يعني ما فيش سبب أن واحدة حسام عشور ما احترمنا بالألقاب يروح يغيز حد هنا الناس اندفعت ناحية اللي جاب الجود ولا بيفكروا هم فين ولا بيعملوا إيه لا يمكن يكونوا راح يغيزوا حد مستحيل مستحيل ما فيش سبب لكن عارفين الحقيقة حسام عشور رايح يحتفل وهو راجع مجد علام أحد أعضاء الجهاز الفني أو لداري في الاتحاد شانكلوا وقعوا فاستوجب الأمر إن مدير الكورة في نادي الاتحاد يعتذر للأهلي يعني عتدال جسدي مش لبز جمال عن هذا التصرف غير اللائق شوفوا الخطأ اللي حدث إيه طب ممكن نقف هنا الناس ماشت الكلام في السكة إيه نقف هنا بس لاحظة أستاذ زبراهيم آه تم عرقالة الكابتن حسام عشور وهو راجع اتعرقل تحت دكت الاتحاد لا وهو هو راجع في مصاره آه يبقى مين اللي راح لمين آه ومش محتاجين نعني نسبتها هم هم اعتذر عن هذا السلوك هم راحين كابتن وليد صلاح الدين مدير الكورة والكابتن حلم طولان راحين لقوضة النادي الأهلي ياللي عايزين توقعوا عقوبات على النادي الأهلي ياللي بتستنفروا وتستفزوا لحاج عام الحسين والمراقبين ياللي أصدرتوا الاتهام بشكل مباشر كابتن حلم طولان مش هيجامل الأهلي راح يعتذر بنفسه الراجل بكل شياكة ووقار واحترام مشوار قاطع مشوار مش قابلهم بالصدفة راح لهم الأوضة على اللي حصل وبيستأذن بالأمن أنا راح يحني طيب نسمع رأي الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكورة في الاتحاد شرايه بيحكي الواقعة هي المشكلة بس إن لما النادي الأهلي أحرز هدفه فالنادي الأهلي كله جيه على ناحية الدكة عندنا فدي اللي حصلت فيها شدة وحصل فيها تنشانة زيادة على لزوم واحتكاك لأن الناس معدية بس إحنا دلوقتي دخلنا كابتن حلمي طولان وانا واعتذرنا مستر لسارتي واعتذرنا لكابت سيد عبد حافيزه وكابت محمد يوسف وهدينا الدينية وسلمنا عن ناسهم مضيوفنا وده وارد في الكورة حتى مستر لسارتي قال مفيش مشكلة يعني ده في الكورة وارد هو بس كل الموضوع علشان الفرحة طبعا كبيرة عند النادي الأهلي فلما النادي الأهلي ناقل الناحية التانية كلها فالجري ده حصل احتكاك وطبعا يعني حصل خطأ من عندنا احنا في الدكة لا حصل احتكاك يعني بالناس طبعا كلها بقت في مكان واحد لكن الحمد لله الحمد لله أنها عدت على خير والحمد لله الاتحاد والأهلي يعني حبايب وخوات طبعا الاتحاد والأهلي حبايب ده مؤكد طبعا العلاقة التاريخية يجب أن تعود لو في وقت نرجع هذا زمان كان الموسم لا يبدأ إلا بمباراة بين الاتحاسة كندري والأهلي مباراة ودية في افتتاح موسم الكرة باستمرار وهذا سر الشعبية الجارفة للفرقتين الأهلي في اسكندريا بيحبوا الاتحاد وبيحبوا الأهلي والاتحادوية اللي في اسكندريا بيحبوا الاتحاد والأهلي وكذلك اللي في مصر كان الود يجمع الفريقين وما زال والحقيقة أن الكابت الخطيب في كل فطرة انتقال بيوصيني على الأستاذ محمد مصلحي يقول لي شوف طلباته إيه الأول الراجل يعني إذا احتاج حاجة لو سمحت عادلي بلغني على طول ولذلك هو اللي سبق واختار يعني فالتحاد السكندري له مكانة وكل الأندية الشعبية نتعامل معها بهذا المعيار لأن احنا مقدرين الضغوط اللي على مجالس إدارات هذه الأندية صحية علشان كده كان التواصل المسؤول والحميمي ما بين الكابتن محمود الخطيب والأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد وده اللي عبر عنه الكابتن أحمد شوبير في أونسبورت نسمعه صحية لمجلس إدارة الناديين نادي الاتحاد سكندري ونادي الأهلي اتحاد سكندري حياة قال أنا هلعب بجمهوري ما عندش أبنى مشكلة عايزين تنقله الماكس تنقله أي حتى بسكندري لكن ألعب بجمهوري وهذا حقه تماما يعني والنادي الأهلي الحياة أنه ما عادش يسرخ ويصوت ويهلل لا بالعكس حادي جدا طالما هو ده والأمن كده والقرار كده ومن حق الاتحاد لعب بجمهوره وجمهوري الأهلي كمان لا يحرم منها المباراة فما حصلش مشكلة ما سمعناه الصوت كل التحاول اللي احتراموا التقدير لأستاذ محمد بن صلح الرئيس نادر الاتحاد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهي ده الروح الطيبة اللي يجب أن تسود ودلوقتي الزملاء في الإعداد الأستاذ عبد منع من القصة والأستاذ محمد بن الصافة بيبلغوني أن الكابتن متحد شلبي على نايل سبورت ظهر دلوقتي واعتذر للأهلي وجماهيره عن مصادر منه من تقدير موقف في مباراة الاتحاد وواضح جدا أنه كانت المعلومة غلط وكانت تفسير الأحداث اللي حصلتها في الملعب غلط ومن ثم تم بناء كل مقيل عنده على هذه المعلومات الناس مش واخدة بالها أنه الأهلي لما جاب الجوة في المرمى الشمال الدكة بتاعت الأهلي شمالها الاتحاد تم ولعبت الأهلي والجهاز عشان يقوم يروح يحتفل مع اللعبة لازم أنه يمر على دكة الاتحاد اللي حصل هذا الاحتكاك اللي عمله مجد علام أحد أعضاء الجهاز السكندري واللي الكابتن وليد والكابتن حلم طولان اعتذروا عليه وأعتقد لما وضحت الرؤية اعتذر الكابتن متحد شلبي ودي روح طيبة لأنه كان الكلام كله زي ما أنتم شوفوا اعتذر الكابتن متحد شلبي مهمة جدا ليه لأنه احنا بنتكلم عن تأثير الإعلام أستاذ إبراهيم لما يبقى فيه تجني الجمهور بيبقى غضبان جدا جدا لأنه ليه يعني ودلوقتي احنا نفسر كل شيء أنه مقصود أن التجني مقصود اعتذر الكابتن متحد دلوقتي بيوضح أن التجني لم يكن مقصود ولكن كان فيه تصرع في الحكم على الأمور صحيح مقبول اعتذر الكابتن متحد وخلاص ومقبول تأدير الكابتن حلم طولان كل التأدير والاحترام له للكابتن وليد ولكل الأجهزة للحياة اللي بتشتغل في إطار الروح الرياضية السليمة طيب هذه المباراة شاهدت جدل تحكيمي حوالين ضربة جزاء لصالح طالب بيها لعب الاتحاد الأول حنشوف رأي الكابتن جمال الغندور لأنه الحقيقة الجدل اللي أسير أسير بين الشرطين كابتن متحد شلبي سأل الكابتن مجد عبد الغاني والكابتن على ما يهوب فقاله لا ضربة جزاء بشكل قاطع وحاسب حتى أنه الكابتن مجد قال لك دلوقتي أنه فيه تعديل في القانون أي لمس التياد داخل المنتج ضربة جزاء بس لاحظ يا أستاذ إبراهيم هو فيه حد في الهفتايم طيب ما طول كده ولو فيه جمهور ينزل الملعب في الهفتايم لما نجزم ما حدش بيقايم الأحداث في الهفتايم أبدا والناس في الملعب لسه يعني دي نقطة فنية في الأمر يا جماعة دا خطر خطر هذا الكلام في الهفتايم لا بعد المنتج ممكن تقول رأيك وأنت حر يعني أنت حر في رأيك لكن إحنا كمان نتصدى بالواقع زي ما إحنا عايزين لكن في الهفتايم يريد بلاشي الهفتايم عشان ما نصدرشي رأي معين للجمهور صحية طيب اتقال عصد دلوقتي تعديل القانون أي لمس اتهد في المنطقة ضربة جزاء بغض النظر أنت متحمد مش متحمد عملت ما عملتش كنت عايز إيه مش عايز إيه هي التعديلات كده فكان لازم أن يتحس بدربة جزاء للاتحاد هذا كان الرأي القاطع هل اعتبرنا جاد جريش اللي راح كاسل العالم ما يعرفش التعديل ما يعرفش كابتن جمال الغندور رأيه بعد المباراة في نفس القناة النيل للرياضة شوف هنا بس أنا حايز أدور على كل اللقطات هعرضها الأول عشان أدور على اللقطة اللي ممكن تفيدنا آه جات في إيده نشوف هنا اللقطة دي جاي اللاعب وإيده وراء ظهر من البداية اللقطة التانية نحاول نشوف اللقطة دي نشوف دي بس بس ارجع شوية ارجع شوية ارجع شوية ارجع شوية ارجع شوية بس كابتن متحد من البداية هنا اللاعب بيحط إيده وراء ظهر آه من البداية آه بيحطها وراء ظهره نعم تمام نكمل وبعدين عايش عشان دي خلاص عادة موجودة في لعبة الكرة في المدافعين إن أنا يعني عايز أقول للحاكم أنا مش ها يعني أنا بحاول آه إن الكرة ما تجيش في إيدي حطي إيده وراء ظهره آه وبعدين نزل فراحة الكرة في المكان اللي فيه إيده مزاقش إيده سنة يا كابتن ما هذا اللي أنا عايز أكتشفه ليه بقى آه لو الإيد من برى الجوة يعني معناها إياه كابتن متحد من برى الجوة بالمصطلح بالنسبان معناها إن أنا بقولك أهو أنا بدخل إيدي في حيز جسم أوكي يعني أنا مش عايز الكرة تصطدم آه 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 لما نزل اللاعب هنا هل اللاعب هنا استفاد مش استفاد بقى من 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 استفاد من هذا الوضع بإنه تم تكبير جسمه أنا ما أعتقدش إنه لو عايز اللاعب ي يعني ياخد الرزق مش هيحط إيده وراء ظهره هو كرة صعبة جدا حالة صعبة جدا كرة صعبة جدا حالة جدلية جدا لأنه في لك تقولك هو مط كوعه سنة عشان يحجز الكرة لو خرجت إيده آه حتى لو هي ممسوكة لو خرجت معناها إنها اتجهت لكرة آه طب هل يا كابت الميت هتقدر أنت تعمل أو حد فينا يقدر يعمل ده إنه 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 إيده ممسوكة بالإيد التانية يخرجها أو يواجهها أو هو عنده هل عنده الفرصة الكاملة من المسافة دي ها أهيه بص المسافة دي والسرعة دي اللي هي بتبقى نص متر هو هل عنده الفرصة الكاملة إنه هو آه يتعمد إنه يخرج إيده أو يوجه إيده في سكة الكرة صراحة قرارك إيه يا كابت الميت موضوع صعب جدا قرارك إيه لو أنت الحكم الموضوعات الصعبة اللي كده كانت بيضحة الجدلية أنا بمشي مع قرار الحكم مقا أنا عايز بقى تعدلني يا جماعة لقطة هتشوف الحكم الخامس داخل جوه أرض الملعب عشان يشوف عشان يشوف ودي لقطة برضو أنا حابة بسألك فيها هالمباح للحكم الخامس يدخل في أي حتة يدخل في أي حتة عشان يشوف حتى يعني بس هل ممكن الكرة تضرب فيه وترجع أو لا يحكي بص هو هال فين يا كابتن بص فين ما أنا عارش احنا بنتكلم عن إيه هو هدخل معنا هو طبعا البروتوكول بتاع استخدام الحكم الإضافية ما فيهوش أن يخش الملعب إلا في حالات إيقاف اللعب أه ما عارش هو موضوع تاني إنما هو بيحاول وهو بيحاول لو قدر هو يجيب قرار حتى لو استخدم الوسيلة غلط أن يدخل الملعب عشان يجيب قرار صعب عند الحكم وبعيد عن الحكم بقى أهلا وسهلا حتى الوقت البروتوكول بيقول إنه هو عنده مساحة محيانة خالج الملعب يعني قرار حضرتك تمشي أنا همشي مع قرار حكم لصعوبة الحال يلا لصعوبة الحال كابتن جمال الغندور في نفس الفيديو بعد كده كابتن مت حتسأله قاله لا على فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة ده كلام الكابتن جمال مفيش حاجة اسمها التعدلات قالت إنه أي تاتش بول في المنطقة دربة جزاء التعدلات ما قلتش كده خالص ده كان الرأي القاطع للكابتن جمال وده بيرد به كلام في نفس القناة فيما بين الشوتين للكابتن مجد عبدالغاني وهنا في الحقيقة أنا عايز بس أوحد المصطرة كتير لما الناس تيجي تتكلم لو سئلت ضربة الجزاء رأيك فيها أو قرار للحاكم يقولك لا هنسيبه للخبير التحكيمي مش بتسمعوا كده لا مش هنتكلم على الحاكم فيه فقرة للخبير التحكيمي رأيه هيكون أوضح فأنت ما بتثبتش مصطرة في الوقت اللي انت عايز تقول بتقول ويرجع الخبير التحكيمي في نفس القناة هيكون رأيه بهذا الشكل إنه ياسر إبراهيم حاطت إيديه وراء ظهره إيده ليمين مسك إيده الشمال مسبت إيديه وراء ظهره وهو رايح للعبة يعني في نيته إنه يبعد أي محاولة إن الكرة تيجي فيه وكواس قوي إن الكابتن جمال الغندور وقف باللقطة عند اللحظة يا بشوهندس اللي قبله معمر يلمس بطورة من الناحية الحركية دي صعبة جدا إنك تمسك وتفرمل ومتسيبش إديك وتسند وتقع كمان وتسند دليل إنه هو مش في نيته خالص إنه تحايد آه طب ده غيره نزل وكانس كده يا أستاذ إبراهيم ما تحسبتش ترجمة نانسي قنقر